موسيقى الباطن والبطروية يقولون لا ترى ما فيه شيء سامي لكن سامي سيستمع شوف عبد الرحمن غريب إذا النصر سيسجل فغريب سيقدم إما تمريرة حاسبة وإما هدفا سيسجله سلامات لرونالدو هذا الاشتراك في اللقطة الماضية اللي كان ما بينه وما بين عبد الله اليوسف عبد الله اليوسف منعك من هدف ويمنعك من هدف آخر إلا إذا تدخل الفار وكان هناك لقطة النصر يحاول في الشوط الثالي بقوة الكرة الطويلة إلى الأمام من أمام رونالدو التقطية الدفاعية بوكية بوكية قطعها رونالدو لكن لازالت لازالت مع بوكية اللي بيمشيها بدورا إلى بسام تحت الضغط تحت الضغط برافو بسام برافو بسام أحريجي صافرة أتت من سامي وخطأ لمصلحة الباطن الكرة لمصلحة بسام الحريجي الحريجي اللي تدخل شوف هو عد من غريب من ثم مر من أمام رونالدو وتحصل على خطأ لمصلحة التدخل يبدو كان في اللقطة الأولى عبد الرحمن غريب الحلول الفردية غريب والتمرير الكرة وصلت إلى مران مران والحلول الإضافة الكرة إلى الغنام عرضية رأسية رونالدو الأوف سايد على الغنام كرة رونالدو تصدى لها ناجي ومرت ونجت منها شباك الباطن شوفوا اللقطة مرة أخرى الغنام نعم كان متسلل وقت التمرير من محمد مران وتسديدة رونالدو وصلت إلى ركلة مرمى الاستمرار في التشجيع الاستمرار في الدعم الكرات الثابتة سلاح النصر عرضية غوستابو منذ نزوله بالتأكيد واحد من اللاعبين اللي يعتمد عليه السيد رودي جارسيا في الأوقات التي يبحث فيها النصر عن إضافة هجومية أخرى في وسط الملعب تمريرا جميلة وصلت إلى السلطان الغنام بالقدم اليسرى مرت يا مران مرت يا مران وقد لا تتكرر كثيرا يا محمد الفرص قد لا تأتي تواليا الكرة اللي بتعدي شوف عرضية الغنام المثالية جدا كانت تنتظر مران كانت تبحث عن سامي عرضية بالقدم اليسرى انتهت إلى ركلة مرمى لكمبانيا لم تشاهد وما قدم مع ريال مدريد وأمام فرق الليجة مع اليوفي وأمام فرق الكالشيو رونالدو أخذ النفس العميق رونالدو من أجل كرة في شباكي كمبانيا رونالدو 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 أخطر كورة نصراوية في شوط المباراة الثاني كانت عن طريق كريستيانو لك أن تتصور حتى الدقائق الثمان الأخيرة نشاهد أخطر كورة نصراوية في شوط المباراة الثاني هذا هي أتت عن طريق رونالدو لكنها مرت وعدت وانتهت إلى ركلة مرمى شوفها قريبة 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 عرفت عرفت كيف أضعها في الشباكي المرة عرفت أشلون أوصلها إلى مرمى كمبانيا هالمرة دعوها لي وستسعدون دعوها لي وسأسعدكم دعوها لي وسأفرحكم دعوها لي وسأضعها في الشباك رونالدو حتى هذه عدت حتى هذه عدت يا رونالدو الثالثة لم تكن ثابتة يدون انتهت إلى ركلة مرمى بعد فترة صعبة بعد فترة صعبة عاشها في اليونايتد تحديدا منذ قدوم السيد الهولندي تينهاق نشوف محمد فتيل تبديل قادم هذا الحلول يقول رودي جارسيا الجود من الموجود نواف بوشل عرضية عرضية تتخلص قراء حكم المباراة راح يعطي مرمى بطاقة صفراء يقول له تمثيل في اللقطة الماضية هذه بداعي تمثيل في اللقطة الماضية هذه لن تنطلي علي مران ما تمشي على سامي حديث سامي مع مران يقول له لا تعيدها مرة أخرى لا تعيدها مرة أخرى الكرة إلى ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة النصر شوف نواف العرضية السقوط كرة مران المرور اللقطة التي يعتقد فيها سامي الجريس أن فيها تحايل عليه ويحتسب خطأ لمصلحة الباطن وركلة حرة غير مباشرة واضحة مران هذه هذه الصعب أن أنت مر من أمام حكم المباراة وخصوصا في ظل وجود الفار أيضا يصعب بالتأكيد شوف كم باريا ب لغة الواثق في اللقطة الماضية رودي قارسيا حديث مع حكم الرابع علي لجامي وغادر محمد أفتالي يشارك رينزو لوبيس رينزو يبحث عن التمرير باتجاه السحيمي لكن كرة عادت مقطوعة عادت مقطوعة النصف الدقيقة الأخيرة الوقت الأخير رونالدو تقدم رونالدو سداد رونالدو أحضرها ليس يومك يا رونالدو ليس يومك يا رونالدو لم يكتب لك النجاح في مباراة اليوم لم يكتب لك التسجيل في مباراة اليوم ليس يومك على الإطلاق أيها النجم الكبير ليس يومك على الإطلاق يا من تقود النصر هذا الموسم إلى ركلة مربع لمصلحة الباطن الوقت الأصل انتهى ماجد قشيش النصر سيستمر في الضغط سيستمر في الضغط سيستمر في الضغط ويعود ويعود غريب يسجل التعديل أبو غريب يعيدهم إلى المباراة من جديد ويقول لهم ليس بعد لازلنا في ملعب المباراة لازلنا هل معها شيء هل معها شيء عرضية من غريب رصية من ما دكرا النصر عاليا في جدول الدوري يحلق ونحن نشاهد ونستمتع ونعلق العالمي فوق غريب والمساحة غريب والمكان غريب يا لعيب مران والنهاية جنون العالمي يظهر في الأوقات القاتلة لا يهم كم مرة وصلنا إلى المرمى الأهم أننا إذا وصلنا احتفلنا الأهم أننا إذا وصلنا أثرنا الأهم أننا إذا وصلنا سجلنا تمام؟ نشوف الفيديو بتاعنا كده إن شاء الله ونسام الله ونحط لايكات كتير للفيديو عايزوك توصوا الفيديو دو هتلى أكبر عدد من اللياكات وشيروه علشان إن شاء الله هنعمل حاجة مهمة جدا في الفيديو بتاعنا النهاردة وهتشوفوا معي أحجام وأوزان ما شاء الله فوق الخيال صحيح للنهاردة يا جماعة معناش ميزان بس بإذن الله هتشوفوا النهاردة أوزان عمركم ما شفتوه نقول بسم الله الرحمن ونحط لايكات كتير للفيديو عايزوك يا جماعة أي حد بشوف الفيديو يحطوا لايك للفيديو شايفين بسم الله ما شاء الله يا جماعة الفراخ بتاعتنا عاملة إزاي والأحجام بتاعتها بسم الله ما شاء الله شايفين كده بصوا الصدر بتاعتها عاملة إزاي أنا النهاردة قلت لكم معناش ميزان بس يشوفوا يا جماعة الأحجام ما شاء الله تعدي فوق الثلاثة كيلو يعني يكون إن الفرخ في العمر دو ويعدي فوق الثلاثة كيلو بسم الله ما شاء الله يبقى التربية معايا نكحة مية في المية وفرل الخلطات والأعشاب اللي احنا حطناها الخلطات والأعشاب فائت أكتر من يعني جابت معايا نتيجة أكتر من الأدوية أو من النشاطات اللي احنا بالمزارع دايما بيحطوها أو الحاجات اللي هي دايما بيحطوها علشان الفراخ تشيل وزن أو الكلام ده كلاته لا احنا النهاردة يا جماعة عملنا تحدي بيني وبين نفسينا إن الفراخ توصل